يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الجمعة أكثر من 826 ألف شخص فيما تجاوز عدد من حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح 621 ألف شخص هذا وتشدد وزارة الصحة على أهمية العمل للعودة إلى المعدلات الآمنة للحالات القائمة كما كانت عليه في الشهور السابقة